افتتح معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بالمنام اليوم أعمال الدورة الحادية والأربعين بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون والتحضيرية للقمة الخليجية السابعة والثلاثين والتي ستعقد في شهر ديسمبر المقبل بمملكة البحرين في كلمته الافتتاحية رحب معالي وزير الخارجية بأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون موضح معالي أن الاجتماع يهدف إلى استعراض المواضيع المرفوعة من قبل اللجان الوزارية التي تمثل جدول الأعمال للمجلس الأعلى في دورته المقبلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها من الموضوعات المرتبطة بجهود دول المجلس في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة بما يضمن لجميع دولها وحدتها وسلامتها ويحقق لشعوبها التنمية والرخاء ويدفع المنطقة لمرحلة أكثر أمنا ترتكز إلى احترام سيادة الدول وتبادل المنافع والمصالح المشتركة والتعاون البناء بين الجميع وأعرب معاليه عن ثقته بأن الاجتماع سيسهم في تحديد أولويات واستشراف الرؤى وصولا إلى تصور شامل لمقتضيات المرحلة القادمة بما يرتقي لما يصب إليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله لتحقيق المنعة والقوة لدولنا والرفعة في كافة المجالات للوصول إلى الأهداف النبيلة في الحياة الفضلة لشعوبنا وتعميق دور مجلس التعاون الذي بات أحد أهم وأنجح التجمعات الإقليمية المؤثرة والفاعلة بفضل حكمة قادتنا الذين يسعون للتكامل والاتحاد بشكل الذي يليق بتاريخ دولنا ومقدراتها وبما يوفر أسباب التصدي لكل محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية والنين من منجزاتنا وأمننا واستقراننا وقد بحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات مقام المجلس الأعلى والمجلس الوزاري وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك بالإضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة تحضيرا لرفعها إلى الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للتوجيه بشأنها كما تدارس وزراء الخارجية آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة بما في ذلك الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب واجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع معالي السيد حمد بن سعود السياري رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لهذه الدورة وأعضاء الهيئة حيث تمت مناقشة المرئيات المرفوعة من الهيئة بشأن الدراسات التي سبق للمجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين أن كلف الهيئة بدراستها وتقديم مرئياتها بشأنها مشيدين بالجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة الاستشارية في تقوية وتعزيز مسيرة مجلس التعاون بالدراسات القيمة التي تشمل مختلف مجالات العمل الخليجي المشترك بعدها اجتمع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع معالي الدكتور عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجمهورية اليمنية الشقيقة وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع وتبادل وجهات النظر حيال ما يجري من تطورات في اليمن وخلال الاجتماع أوضح معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن الفترة الماضية شهدت تطورا خطيرا وتجاوزا غير مسبوق من قبل الميليشيات الإنقلابية في اليمن بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة مجددا معاليه إدانة هذا العمل الإجرامي الدنيع الذي تجاوز كل الحرومات وتعدى كل الحدود الدينية والأخلاقية والإنسانية مؤكدا الوقوف صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بها أو استهداف المقدسات الدينية فيها وشدد معالي وزير الخارجية أن دول المجلس التعاون ستظل على موقفها الثابت والداعم للشرعية في اليمن إلى أن يتم بسط الأمن وإعادة السلم فيه وتمكين الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربو منصور هادي من القيام بكافة مهامه وبما يؤدي إلى التوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه وذلك وفقا للمبادرة الخالجية وألياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 منوها معاليه بالدور الذي يقوم به مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن سعادت السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد في هذا الشأن معربا عن أمله في عودة الأمن والسلام والاستقرار للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق من جانبه أشهد معالي دكتور عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالجمهورية اليمنية الشقيقة بدور دول مجلس التعاون في اليمن مؤكدا أنهم أثبتوا حرصهم على حقن الدماء في اليمن وأن الحكومة اليمنية بدعم دول مجلس التعاون تسعى لتحقيق السلام ولكن هناك طرف انقلابي لا يريد السلام ويشعل الحرب ويريد أن يستمر فيها معربا عن أمله في أن يكون الاجتماع المقبل بإذن الله من أجل بحث الدخول في مرحلة التنمية والبناء في اليمن